دولة الكويت تبقى دائما مركزا للعمل الإنساني وذلك انطلاقا من دورها في تقديم المساعدات وحرصها لرفع معاناة الأزمات الإنسانية حول العالم نعم الهند واحدة من الدول التي سارعت دولة الكويت بإنشاء جسر جوي وبحري باتجاهها خلال أزمة كورونا وقدمت كميات ضخمة من الأكسجين الطبي والمواد الإغاثية التي كانت الهند بحاجة إليها لا تزال أياد الخير والعطاء الكويتية تمتد لتسند المحتاجين في مختلف أنحاء العالم للتخفيف من معاناتهم ودعمهم ولا سيما عند الأزمات والنكبات والكوارث لتصبح بذلك مركزا للعمل الإنساني والخيري الذي طال القريب والبعيد ولم تكن جمهورية الهند بعيدة عن هذا المسار الذي يشكل نهجا كويتي ثابتا وعطاءا مستمرا دابت القيادة السياسية والشعب في دولة الكويت منذ عقود على أن تكون البلاد سباغة في الأعمال الإقاثية والإنسانية وفي هذا السياق سارع الدولة الكويت بإنشاء جسر جوي وبحري خلال أزمة كورونا التي عصفت بالهند خلال الأشهر القليلة الماضية وغدمت من خلالها دولة الكويت كميات ضخمة من الأكسجين الطبية السائل والمواد الإقاثية الأخرى التي كانت الهند بأمس الحاجة إليها كما قامت المؤسسات الإقاثية ومن ضمنها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في وقت سابق بتقديم مساعدات للمتضررين في فيضانات ولاية كيريلا جنوبي الهند والتي شردت الآلاف وأودت بحياة الكثيرين وتعزز هذه الأعمال جسور المحبة والصداقة التاريخية بين البلدين وتلقى ترحيبا طيبا من قبل الحكومة والشعب الهنديين احتلت الكويت المرتبة الأولى فيما يتعلق بالتبرعات الاجتماعية وقد تبرع مواطنو الكويت بشكل كبير خلال فيضان كيرالا وأثناء تفشي جايحة كوفيد-19 اعتبارا من عام 2020 فصاعدا لقد كانت الكويت واحدة من الدول التي قدمت أكبر قدر من التبرعات فيما يتعلق بإنقاذ الناس هنا في الهند من هذه الأزمة الرهيبة لكوفيد-19 إن هذا أمر مهم للعلاقات الإنسانية ونحن نقدر حقا شعب الكويت والأمير الموقر لتقديم كل المساعدة كما ساهمت دولة الكويت في حملات إغاثية متفرقة وأعمال خيرية وإنشاء مشاريع مختلفة وكان للمؤسسات الحكومية الكويتية والجمعيات الخيرية الدور المهم في إيصال هذه المساعدات إلى مستحقها قد تكون مساحة دولة الكويت صغيرة إلا أن قلبها وعطاها وآثرها كبير كويت الخير تستحق بكل جدارة أن تكون مركزا وأنموذجا للعمل الإنساني والخيري لتلفزيون دولة الكويت تمام محمد نيودالهي